اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اياب بـ 3-0 على ملعب النهان بدولة قطار نفى مدر بن درجاء الرياضي مدر الكبير الانباء التي اوردت تعرضها لواكة صحية تدفع لاجراء عملية جراحية عاجلة على مستوى القلب وخرج الكبير على حسابتي الشخصية فيسبوك لتكديم ما تم تداوله وتوضيح وضعي الصحي كاتبا فوجئت بنشر اخبار غير صحيحة في بعض المواقع دخلت فعلا بالامس للمصح ولكن ليس لاجراء عملية على القلب كما تمت نقله بعض الجهات التي نشرت الخبر دون التأكد من صحتها وتابع الكبير كل ما في الامر انني شعرت ببعض الالام في الرجل فاردت ان استغل فطرت الراحة التي تحصل عليها اللاعبون بحكم توقف البطولة الاقوم بالفحوص الضرورية والعلاج اللازم في مثل هذه الحالات التي لا تستوجب العملية وانما متابعة المادية يوميا واستغاد المصحة اليومية وغدا بإذن الله واتم المدرب تونوسي حديثه بالقول اشكر كل من سأل عني اسامح الله من نشره او داول خبرا غير صحيحان بدت الحيرة والخوف لدى العائلة والاصدقاء انتقد الدولي المغربي السابق عدل تعربت لعب النصر الاماراتي خطط المنتخب المغربي في كاس العالم الاخيرة في قطر التي طبقها المدرب وليد الرقراجي واعتبره انه كان بالامكان تقديم افضل منها لنوعية اللاعبين الذين يتوفر عليهم العسوداء وصرحتها رابط في حوار مباشر على موقع سكور212 بتويتر ان المنتخب الوطي المغربي حقق انجازا كبيرا في قطر بوصوله النصف النهائي كاس العالم لكنه كان يعتمد فقط على المرتدات خاصة ان اللاعبين المنتخبين يتوفرون على تقنيات عالية ويلعبون في كبارات الاندي الأوروبية وختمت عرابت حديثه بان مباراة اسبانيا رغم الفوز فيها كانت نسبة الاستحوات فيها للاسبان تصل الى 80% مؤكدا ان غالبية المباراة اعتمد فيها الرقراجي على مرتدات رغم انه لللاعبي بامكانهم مقاعة المنافسين في التحركة القراء مضيفا ان خطة منعت حكيمي ومزروي من تقديم كثير الى الامامة اذ كان عادل تعرابته يمنين نفس ان يرى اشرف حكيمي الذي يلعب في باريسان جرمانا بدل اشرف حكيمي في منتخب والمنطهال اعرب الهولندي ارنو مدرب نادي الوحدة الاماراتي عن فخره بلاعيبه بعد الفوز على نادي الجيش الملكي بـ 3.0 برسم اياب دور الثاني من كأس المال للاندية مقدما التهنئة للفريق العسكري على الاداء الذي قدمه خلال المقابلة وقال مدرب في المؤتمر الصحفي عقبال المباراة فخور بلاعبي الفريق على ادائهم الرائع واحترافيتهم العالية واندباطهم طوال المباراة لتكتل ذلك بفوز مستحق على خصم الصعباء كنا نسعى لتحقيق التقدم وتأتي لنا ذلك في وقت مبكر وبعد ذلك تألق اللاعبون بالاغلاق المساحات امام الخصم واللعب على الهجامات المرتداء واختتم المدرب الوحدة الاماراتي حدثه القولة وهني انادي الجيش الملكي المغربي على ادائهم التنافس العلي واتمنى لهم التوفيق والتتويج باللقب الدوري المغربية كشف المرشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي محمد بطريقة المنخريطين أمس الأربعاء عن برنامجه لمعتد لإدارة الفريق إن تم اختياره لرئاسة الكيانة خلف العز البدراوي وأكد بطريقة في اللقاء التواصلي مع المنخريطين أن الفريق يعاني من أزمة خانقة والتعامل معها يبقى صعبا ويحتاج لوقت مهم من أجل التخفيف من حدثها مشيرا إلى أن مداخل ناديهي الأخرى باتت محدودة بسبب الوضع الرياضي للفريق وقال بطريقة في النظوة الصحفية أن الفريق يحتاج إلى قرابة 9 ملايين سنتيم لإنهاء النزاعات الصادرة أحكام وإلى جانب إنهاء بعض الديون دون النظر إلى باقي الأحكام العالقة التي لم يصدر عنها أي قار بعد وأشار بطريقة إلى أن المهمة تبقى صعبة بيد أنها ليست مستحيلة ووجب تدافر الجهود من أجل إنقاذ الفريق وإخراجه من أزمته العظيمة شكرا على حسن المشاهدة لا تسرع الشراكة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار مغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر